بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أوقاتكم سادتي المشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج الدعاة الصامتون لا زال الكلام حول أهمية صلة الرحم وقد تكلمنا حول آثار صلة الرحم سواء كانت هذه الآثار وضعية أو أخروية وما هو جزاء من يصل أرحامه في الدنيا وكذلك بينا بأن صلة الرحم يجب أن تكون حتى في مقابل الأرحام الذين هم لا يصلون معي الرحم أو هم يسببون بالأذى والمشاكل بمناسبة الحديث عن صلة الرحم يجدر بنا ويجب علينا أن ننوه إلى مسألة هامة جدا في صلة الرحم وهو أنه إذا كانت صلة الرحم بين الناس العاديين تبلغ من العظمة ومن الفضل عند الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة وهذه العظمة فما بالكم بمن يصل رحم النبي صلى الله عليه وآله وهم أهل البيت سلام الله عليهم كيف سيكون جزاء وآثار التي والآثار التي تترتب على الإنسان المؤمن الذي يصل أهل البيت سلام الله عليهم إما يصلهم بزيارة مراقدهم الشريفة وإما يصلهم بإقامة وإحياء أمرهم سلام الله عليهم وإما يصلهم عن طريق إكرام ذريتهم في هذه الدنيا كلها تعد مصادقا لصلة رحم النبي صلى الله عليه وآله سأقرأ عليكم بعض الروايات الواردة لأهمية صلة رحم النبي صلى الله عليه وآله وهم أهل البيت سلام الله عليهم الرواية الأولى وردت عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه قال يأتي ويبين بأنه حال الإنسان الذي يصل رحم النبي صلى الله عليه وآله وبين الإنسان الذي يقطع رحم النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله يقول وأما من قطع رحمه فإن كان وصل رحم محمد صلى الله عليه وآله وقد قطع رحمه يعني هذا الإنسان كان قطوعا برحمه لا يصل أرحمه أقربائه ولكن في مقابل ذلك كان يصل رحم النبي صلى الله عليه وآله كان وصولا بأهل البيت سلام الله عليهم شفع أرحام محمد صلى الله عليه وآله إلى رحمه كانوا هم الشفعاء إلى أقربائه لاحظوا هذه الرواية لا تريد أن تنكر أو تقلل من أهمية صلة الرحم بين الناس العاديين لا ولكن تريد أن تبين عظمة صلة رحم النبي صلى الله عليه وآله بأنه يكونون أهل البيت سلام الله عليهم هم الشفعاء لدى هؤلاء الأقرباء الذين قصر الإنسان بحقهم أكمل الدرجات وأفضل الطرق هو الإنسان الذي يكون واصلا لرحمه وواصلا لرحم النبي صلى الله عليه وآله ولكن نحن نذكر هنا أهمية صلة الرحم النبي صلى الله عليه وآله وقالوا يعني أهل البيت سلام الله عليهم أو أرحام النبي صلى الله عليه وآله يقولون لهؤلاء الأقرباء الذين قصرتوا بحقهم أو قصر الشخص بحقهم يخاطبونه بهذه العبارة لك من حسناتنا وطاعتنا ما شئت فاعفوا عنه فيعطونه منها ما يشاء فيعفوا عنه لاحظوا أهمية الشفاعة وأهمية أن يكون الإنسان واصلا لأهل البيت سلام الله عليهم بحيث أن هناك طريقة لأخذ الرضا من هؤلاء الأشخاص الذين قصرتوا بحقهم من أقرباء من أهل بيتي أهل البيت سلام الله عليهم يعطونه من الحسنات ومن الأعمال الصالحة بحيث أنه يرفعون له الدرجات ويرفعون له مقامات حتى يرضى في مقابل ذلك عن هذا الشخص المقصر بحقهم ويعطي الله المعطين ما ينفعهم ولا ينقصهم الله سبحانه وتعالى إذا أهل البيت أعطوا هذا الشخص من حسناتهم الله سبحانه وتعالى هذا لا يعني بأن درجات أهل البيت أو منزلتهم سوف تنقص عند الله سبحانه وتعالى لا هم سادات الخلق في الدنيا والآخرة مفاتيح الجنة ومفاتيح النار بيدهم الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك سيعوضهم عن هذه الحسنات وهذه الهدايا التي أعطوها لهذا الشخص ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام وإن كان وصل أرحام نفسه وقطع أرحام محمد صلى الله عليه وآله كان إنسانا وصولا بأهل بيته يصل أرحامه ولكن في مقابل ذلك كان قطوعا برحم النبي صلى الله عليه وآله بأن جحد حقهم ودفعهم عن واجبهم وسمى غيرهم بأسمائهم هذه الألقاب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل البيت أعطاها ولسقها بغيرهم ولقبهم بألقابهم ونبز بألقاب قبيحة مخالفيه من أهل ولايتهم قيل له يا عبد الله اكتسبت عداوة آل محمد صلى الله عليه وآله الطهر أئمتك لصداقة هؤلاء يعني أنت اكتسبت العداوة وقبلت بأن تعادي أهل البيت سلام الله عليهم في مقابل أن توالي أعداءهم ومخالفيهم فاستعن بهم الآن ليعينوك أنت الذي تخليت عن أهل البيت سلام الله عليهم في الدنيا ولم تصلهم فأنت الآن اذهب إلى هؤلاء الأشخاص الذين كنت تتبعهم دون أهل البيت سلام الله عليهم فلا يجد معينا ولا مغيثا ويصير إلى العذاب الأليم المهين والعياذ بالله هذا جزاء من يكون واصلا لرحمه ولكن في مقابل ذلك يكون قاطعا لرحم النبي صلى الله عليه وآله كذلك في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها الله فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالآئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعته نعوذ بالله من هذه الرواية التي فيها تحذير شديد لجميع الناس بأنه هو العياذ بالله يكون شخص قاطعا لرحم النبي صلى الله عليه وآله قاطعا لصلة هذه الصلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله بيننا وبينه يكون شخص قاطعا لصلة أهل البيت سلام الله عليهم لرحمهم لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي يعني هناك تظهر من هذه الرواية المباركة بأنه الإنكار والتكذيب بفضل أهل البيت سلام الله عليهم يؤدي ومساوق إلى قطع الصلة بأهل البيت سلام الله عليهم هذا الإنسان لا يكون قاطعا لرحم النبي صلى الله عليه وآله إلا إذا كان مكذبا بفضائلهم هذا الإنسان الذي عندما تقرأ عليه أو يسمع بأن هناك روايات وردت في فضائل أهل البيت سلام الله عليهم أو في مقاماتهم أو في درجاتهم أو في معاجزهم وكراماتهم يستنكر عليهم والعياذ بالله ذلك هذا الإنسان يجب عليه أن يحذر من هذا الفعل يجب عليه أن ينتبه لهذا التصرف وذلك تحذيره من النبي صلى الله عليه وآله بأنك أيها الإنسان المكذب بفضائل أهل البيت سلام الله عليهم والتي تجعلها كثيرة عليهم وتستكثرها عليهم أنت من الأشخاص الذين يقطعون لصلة النبي صلى الله عليه وآله ويقطعون صلة رحم النبي صلى الله عليه وآله فيجب علينا أن ننتبه جميعا إلى أن لا نكون وأن لا نشمل بهذه اللعنة وبهذا الدعاء الذي ورد من النبي صلى الله عليه وآله لا أنا لهم الله بشفاعة بأن نكون من الأشخاص الذين لا يكذبون الأحاديث التي وردت عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم التي تتكلم عن فضائلهم ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى هذا الوجود كله جعله الله سبحانه وتعالى طوع أمر إشارة أهل البيت سلام الله عليهم فيجب علينا أن لا نستكثر أن لا نجعل هذا الأمر شيئا غريبا أو عجيبا أو مدعاة للسخر والعياذ بالله أو مدعاة للانتقاد والتكذيب والعياذ بالله بل يجب علينا أن نسلم وأن نتيقن من هذه الأفعال ومن هذه الأقوال التي وردت بحقهم سلام الله عليهم بقي لنا أن نذكر أمرا مفيدا وأمرا في غاية الأهمية لجميع المشاهدين الكرام بأنه كيف يمكن لنا أن نكون من الأشخاص الذين يصلون رحم النبي صلى الله عليه وآله ذكرنا في بداية الحلقة بأن هناك أفعال عديد من الممكن أن يقوم بها الإنسان ويكون بها واصلا لأهل البيت سلام الله عليهم ولكن من الأمور المهمة جدا ومن الأمور العظيمة التي من الممكن للمؤمن أن يكون فيها واصلا للرسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون مواظبا على زيارة الإمام الحسين عليه السلام بهذا الفعل سوف يصل المؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون محافظا على هذه الصلة التي تربطه بينه وبين أهل البيت سلام الله عليهم هذه الرواية وردت عن أبان ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من أتى قبر أبي وفي بعض الروايات قبر المقصود به قبر الحسين عليه السلام أبي وأبوه سلام الله عليه من أتى قبر أبي فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله أي عظمة لذلك أيها الإنسان المؤمن الموالي الشيعي إذا أردت أن تكون واصلا لرسول الله صلى الله عليه وآله يجب عليك أن تكون زائرا للحسين عليه السلام تكسب بذلك أجر الصلة للنبي صلى الله عليه وآله ووصلنا وصل النبي وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ووصلنا أهل البيت سلام الله عليه وحرمت غيبته لا يجوز لأي إنسان أن يختاب هذا الإنسان المؤمن الزائر للحسين عليه السلام أصبحت غيبته حراما لا يمكن لأي شخص أن يتكلم عليه بسوء وحرم لحمه على النار هذا كله بفضل زيارة الحسين عليه السلام وأعطاه الله بكل درهم أنفقه عشرة آلاف مدينة له في كتاب محفوظ هذا الثواب العظيم والمضاعف لزائر الحسين عليه السلام بأن يعطى هذا الثواب العظيم له وكان الله له من وراء حوائجه كان الله سبحانه وتعالى هو الضامن له في قضاء حوائجه وحفظ في كل ما خلف أهله أمواله أي شيء كان تركه وراء ظهره وأتى للزيارة الله سبحانه وتعالى سيكون هو الحافظ لهذه الأمور ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأجابه فيه إما أن يعجله وإما أن يؤخره له وذلك كما تعلمون بسبب الصالح لهذا الشخص وبسبب ما يراه الله سبحانه وتعالى خيرا لهذا الشخص في الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم من زائرية الحسين عليه السلام في الدنيا ومن الواصلين لرحم النبي صلى الله عليه وآله ومن الذين ينالون شفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة